قبل الدخول في الأرقام والإحصائيات عايز أعرف برضو شفت مباراة كينيا إزاي وقبل مباراة كينيا عايز أعرف برضو رأيك في المشاكل اللي خارج إطار المستطيل الأخضر كيفية التعامل مع كابتن حسام البدري فيها نارده كان فيه مؤتمر صحفي يتكلم على بعض النقاط لكن إجماليا شايف الأجواء حوالين منتخبنا يمكن خاصة بعد المباراة والنتيجة الغير متوقعة والأداء السيئ المنتخبين بصراحة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الأول بالتأكيد يعني في الأول طبعا كابتن حسام البدري واحد من المدربين اللي ليهم اسم كبير يعني في مصر وأكيد لما ترشح المنصب ده أكيد السيفي بتاعه كان يعني السيفي قوي طبعا كفاءة نوماسك النادي الأهلي يعني هو عبو طلاط مع النادي الأهلي وهو جدير أكيد بالمنصب ده ولكن احنا لما هنتكلم فيه أكيد طبعا في بعض المشاكل الموجودة في منتخب مصر اللي محتاجة تتعدل وتتطور سواء داخل الملعب أو في قضة اللبس أولا قضة اللبس زي ما حضرتك تكلمت لازم أنت كنت من أول يوم يا جابتن حسام تحسم مشكلة الشارع إيه مشكلة؟ لأنت يعني عملني أزمة من غير الأزمة بمعنى إيه أنا كنت مفروض من أول يوم يا جماعة أنا لو شايف يعني أنا وجهة نظري كان مثلا محمد صلاح مش بالأدمية ليه؟ لأن محمد صلاح براند في بعض المنتخبات اللي بيبقى أنت عندك نجم أوفر أو عن الفرق أو نجم اللي هو واحد من أفضل ثلاث لعبين في العالم فطبيعي أننا لما ادي له الشارع ده براند حتى لما يبقى عليه الشارع آه بيزود كمان من القيمة التسوية للمنتخب يعني طبيعي فحتى لو هو وجهة نظره أنت في الرأيك أنها تحسن من البداية من البداية أهو سواء حتى محمد صلاح أو الأدمية مثلا لأحمد حجازي أو عمر السلية بعد كده أحمد حجازي تحسن من الأول يا جماعة أنا حد الشارع الكذا سواء اللي عايز ييجي ييجي اللي مش عايز خلاص يبقى محسومة طب أنت مش شايف أنك بتطير موضوع الشارع دي ما كانش الأول مناسب يعني مع توليه المسئولية والكابتن حسام البدري بدأ يعني يتكلم على موضوع الشارع فأنت من رأيك أن الأمور من الأول خالص من الأول خالص ما يكيبش السيرة أو أبقى يعني أنا متكلم مع اللعيبة خلاص قبل ما يجي ما بينيهم من غير ما سيروا الموضوع في الإعلام خالص برابع ليك من غير ما أنا في قضة اللبس أو في التلف حتى للتلفونات حتى في التلفون بأتفق مع اللعيبة جماعة أنا متفق كذا وبقول لهم ما بينيهم ما بينهم اللي مش عايز يجي خلاص أنا وجهة نظري كده أهلا وسهلا هتلاقي كل اللعيبة خلاص سكتت لكن أنت حطيت نفسك تحت ضغط وضغط الإعلام وضغط الميديا خاصة أن في صراحة كابتن حسام خسر كتير من جماهيريته في الفترة الأخيرة يعني حتى حديدا مع النادي الأهلي يعني فدي برضو حطة تحت ضغط شوية الناس بتقعد مثلا تسيب له أي حاجة يعملها تلاقي الناس بتتكلم عليها مرتبه مش عارف زاد مش عارف المكافأة فاهم فده برضو ما ساعدوش قوي أنت بتحط نفسك تحت الضغط مفروض أنا من أول يوم أجمسك يا جماعة أنا دي دي السيطرة على قضة اللبس دي من الأول خالص ده بالنسبة للحاجات اللي هي اللي برا الملعب تعالى بقى نتكلم على الفني الشغل الفني أنا مش معترض على الأسماء اللي بدأت المباراة في أي ممكن حد مثلا شايف أنني شايف مثلا تيريزيجي مثلا أو أي اسم لكن أنا بتكلم على السيستم واسلوب اللعب أنا بصراحة في المباراة دي شايف أن منتخب مصر افتقط للشخصية منتخب مصر مفيش طريقة لعب مفيش يعني يعني ما نتكلم أول نقطة أنا مش شايف قوام ثابت لكابتن حسام البادر المنتخب مصر دي أول مشكلة أنا دلوقتي أنا مسك المنتخب ومعايا جهاز فني لازم يكون عندي 11 اسم أساسي أنا أعرفهم وابدأ أغير دي هو عنده زبزبة شوية أبدأ بحد شوية دي لازم يبقى أنا مستقر على قوام أساسي